قبل ما يبدأ المقطع اتمنى انك تحط الزرا لك وتشترك في القناة اذا ما كنت مشترك عشان يوصلك كل جديد واتمنى انك تنشر الرابط لاصحابك اللي لعبوا اللعبة رديد رديمشين تو عشان يستفيدون وانا استفيد شكرا لك هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجنا لكم بمقطع جديد ومقطع رديد رديمشين تو زي اللهب طبعا ما رح تطلع من هذا المقطع الا رح يكون معاك واحد من اندر الاسلحة في اللعبة اذا ما كان اقواها طبعا سلاح اليوم رح يكون اللي هو الشدقن صراحة هذا الشدقن من اقوى الاسلحة اللي ممكن تستخدمها في بداية اللعبة اتكلم عن نفسي شخصيا ما اروح اي مكان الا لازم يكون هذا الشدقن في جيبي ما اعدي اي مهمة الا هذا السلاح يكون معايا لانه صراحة من طلقة واحدة خلاص وفاة رسميا وفاة بالنسبة لمكان هذا السلاح رح يكون بالقرب من اللي هو الوليس ستيشن زي ما تشوفون في الجيم بلاي وبالنسبة لين المكان يصالح بالنسبة للمخيم رح يكون هنا المخيم وراح يكون المكان هناك زي ما تشوفون في الجيم بلاي ما هو بعيد مرة من المخيم طبعا رح يكون مكان السلاح في هذا البيت فخش على هذا البيت وروح زي ما انا اروح عشان توصل للسلاح بالنسبة لهم لقد قالوا أنك ستكون لديه دقائق مرحبا، ماذا تتحدث؟ فقط اتركت ما تحصل في المساعدة و تكون على طريق مجموعة يدعني لأسفل و أنا ليس في موضوع الموضوع هل أنت مطلع؟ أنا لا أذهب في المساعدة هل أنت موت في المساعدة؟ ماذا؟ اضع المساعدة في المساعدة مع المساعدة منها هل هذا جيد جدا لك يا دم ياك؟ ماذا عنك أخرى؟ ووالكر؟ ويلر؟ اوه لا هل تشاهدون تشاهدون الثاني؟ طبعا لما تنزل للقبو او البيسمنت حقها والساعدة زي ما تشوفون في الجيم بلاي كل اللي عليك انك تاخذ السلاح من هذه الشنطة طبعا السلاح اول ما تاخذه راح تلاحظ انه مرة وصخان ولازم تنظفه طبعا خذها نصيحة رد الدية بين فترة وفترة نظف اسلحتك لانك اذا ما نظفتها راح تقل الدقة فيها وراح يقل الدمج فيها فلازم بين فترة وفترة تنظف اسلحتك عشان تكون في احضر الحال وتقدر يعني تستخدمها مع مرور المراحل زي ما تشوفون السلاح وصخ فاضطريت انه ننظفه فزاد حق الدمج وزادت دقة السلاح زي ما قلتن لك سلاح جدا قوي واحلى ما فيه بلاش اي شي بلاش في هذه اللعبة الرهيب طيب كل اللي عليك الان انك تطلع من البيت وكذا يكون خلاص مبروك عليك سلاح نظيف جديد وسطوري طبعا هذه الحرمة وانت في السيلر او القبو تقعد توترك يعني اطلع من هناك مجرش ايش قاعد تسوي تحت وانت ما انت قبشي اقول تيلي انزل تحت جيب السلاح لا توترك روح من هنا انزل تعال هناك ايش بك طولت ولما انت كدك طالع من السلم خلاص تقول لك تعال انا وريك ذا حين راح اجيب عيالي وراح يعني انهونك يعني الله مية حالة يعني لو ما اشتقن كان ما اخي شيت عندك طبعا ديما تشوفون هنا هذا هو السلاح وكيف تستخدمه ويعني كيف صوته وكيف يطلق او الفاير ريت حقه طيب وكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطة لا تحرمونا من اللايك وتسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة السلام